كابتن فيه يعني نقطة معنا برضو عايزة تكلم حاج فيها ونقطة مهمة جدا تحديدا منذ عام 2017 المنتخب المصري فقد يعني ايه اه 50 منذ رحيل هكتور كوبر تحديدا يعني بعد ما وصلنا كاس عالم ومنذ رحيل هكتور كوبر لو هتيجي تتكلم على الخمس فرق اللي قدامك في التصنيف الاول في افريقيا الخمس فرق مش عايزين اللعبوا منتخب مصر ما يتمنوش ان هم يواجهوا منتخب مصر ودي مصدر قوة لينا دي بتديك 50% قوة من المباريات انا انت هجنلنا ما ليه كابتن اسم انا بكلمك على اسم منتخب مصر لا 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 انت هتحسسني ان ايام كوبر كنا مقصرين الدنيا ومستوانا وشخصيتنا بينا في الملعب جدا ده احنا جدا يا كابتن كنا بنعمل نتائج اه وبنصعد بالعافية ونتائجنا وحشة جدا وبنكسب بالعافية يا راجل ده حمضة طلبة طلع الكرة من جوا الجون كان سبب صعودنا الكسب طيب ممكن اقول لك على حاجة يا كابتن ممكن لقول لك على حاجة من 2010 لسنة 2021 كم سنة 11 سنة قول لي يا كابتن مين مدرب عمل انجاز في الفترة اللي دي وعمل احسن اداء وعملك احسن انجاز للكرة المصرية وصلنا كاسعالة ونهاية امم افرادك بس غانا كان فريق سيء للغاية بيتعادل مع اغاندا في غانا يعني انتعادولات احنا احنا نجسبنا الكونغو هنا على ارضنا يا كابتن هي دي الاماشة ده الجيل اللي كان موجود عنده دي اللي اللي موجود عنده الراجل جي اخدك من 2010 ما كنتش عامل حاجة مصر كانش بتوصل لأم افريقيا يا كابتن يعني بعد 2010 ما كنتش بنوصل لأم افريقيا منتخب مصر هيكتور كوبار رجعك لأم افريقيا وصلك مبارنة هائية في بطولة أم افريقيا وصلك بعد كده لبطولة كاسل العالم لا هيكتور كوبار يا كابتن خالد يعني منذ رحيله لمنتخب مصر منتخب مصر هو عمل جزك بين من شخصيته عمل وصل لنهاية افريقيا ووصل لكاسل العالم اكيد طبعا دهبنا زي النيلة في كاسل العالم تغلبنا تلات ماتشاط ورحل عن المنتخب لكن لم نكن نقدم مستوى متميز لم تكن شخصية المنتخب هي الغالبة في المباريات دي يعني بس أنا بتكلم هو نتيجة اه اداء وحش مع اجيري هل انت مع اجيري قدمت اداء مميز لأ طبعا هل بعد رحيل اجيري قدمت اداء مميز الى الان وهل منتخب مصر فيه بقى حاجة اسم منتخب مصر ده الواحده بيديك خمسين في المية قوة الحاجة دي احنا لازم نستغلها بشكل كبير النهار ده الخمس فرق اللي في التصنيف الاول عما بتيجي تبص المنتخب مصر بتبص المنتخب مصر باسمه ومش فنيا او لا انا عايز ابدع منتخب مصر عشان مواجهة زي دي ممكن تكون مواجهة صعبة وجود احسن لعب في العالم محمد صلاح مع منتخب مصر كل النوقة دي ترجح كافة مصر حاجات معنوية لازم نستغلها بشكل كبير الخمس فرق في التصنيف الاول مش عايزة تلعبك انا متفرجت وشاهدت كل المنتخبات جزائر المغرب تونس سنغال سنغال تمام صعوبة القرى الصمراء هو اللعب في اجواء صعبة تمام يعني غير اوروبا ما بتلعب في البرتغال زي ما بتلعب في فرنسا زي ما بتلعب في ايطاليا الوضع ما بيختلفش كتير تمام في القرى الصمراء مختلفة شوية لكن ما تيجي تقولي مصر والجزائر ممكن اقولك لو لعب وماتش الرايح جاي واحد واحد اتنين واحد اي فريق يعني يفهم قصدي المغرب ومصر اه ممكن تتعدل برا ارضك ممكن تتعدل على ارضك يعني مفيش المستوى اللي بيوديك رغم ان مصر بتمر بظروف صعبة لكن مفيش مصر مستوى لك ايه والله مصر لو لعبت مع الجزائر في الجزائر لا مصر تتغلب تلاتة بفهم قصدي لو مصر لعبت مع الجزائر هنا لا تكسب الجزائر تلاتة لا مفيش كده يعني ومفيش حاجة يقينية ان احنا لو مصر والجزائر او الجزائر والمغرب او مغرب وتونس او تونس ومصر ان في شيء مضمون ان في الميليون في المية ان ده هيكسب او ده هيكسب كل شيء وارد بس كل اللي حاجة بتتكلم كل شيء وارد لسه الى شهر تلاتة حوالي اربع شهور عندنا فترة نعيد فيها ترتيب اوراقنا نعيد فيها ترتيب حساباتنا البطولة العربية بالنسبة لكالوس كروش نقطة مهمة جدا سواء في مسارته التدريبية او في مسارة منتخب مصر للوصول كاس العالم يقدر يشوف شكل فريقه ازاي يقدر يستقر يقدر هو النهار ده عنده معسكر بقى معسكر طويل ان هو ياخد البطولة دي انه هي معسكر طويل بعد البطولة العربية مباشرة هيزهب يعني هيرجع مصر وبعد كده عندنا بطولة ام افريكا في الكاميرون ده بقى الاختبار الحقيقي انت النهار ده ده اللي اختبار الحقيقي تحديدا وده اللي كنت بقالهم فيه تصريحات كالوس كروش انت النهار ده لو احتك هتحتكب نجاريا اللي هي ممكن تلعبك وبطولة انا مش راح اخد البطولة النهار ده لو عملت النتيجة سلبية مع نجاريا هتجم تلعبهم اللعبتك هتولة او لأ عفاك انت ممكن تلعب تونس في بطولة العربية بالزبط ممكن تلعب تونس في كاس الأمم الأفريقية ممكن تلعب تونس في توصيل كاس العالي بس عشان كده كل شي وارد كل شي وارد بالمغرب نفس القصة والجزائر ممكن تلعبهم دلوقتي وتلعبهم في كاس الأمم توقع معاهم بعد كده بالزبط وممكن تلعبهم في عشان كده تصرحات كاروس كروشي الأخيرة ها دي اللي احنا عايزين نسمح هو داخل ينافس باسمه منتخب مصر داخل يحقق نتيجة يعني النهاردة بتخسر من نجاريا مثلا لقدر الله في دور المجموعات في بطولة أمم أفريقيا نفسيا لعبتك هتلعب نجاريا إزاي لو نجاريا قبلتك احتكت بأي فريق من الكبار لو احتكت بالسنغال مثلا في أمم أفريقيا وغلبتك هتيجي تلعبهم لكوين إزاي